صباح الخير اليوم جولتنا بمحلة من أقدم محلات بغداد الحيدر خانة أو سوق الثلاثاء كما كانت تسمى بالعصر العباسي اسم الحيدر خانة جاي من اسم تكية كان موقعها في بداية سوق الحيدر خانة القديم دعونا نرى أهل المحلة سوف يسوفون نسوالف قديمة عنهم هنا كانوا المحافظات من يجون إلى بغداد كانوا يجون أنه قبل ما أكوا الشيارات وصلتها تنقل اللي ربل تكرام الدابة ما الدابة فهي المنطقة اللي تمتد هي من ساحة الرصافي إلى ساحة الميدان الباب المعظم دائريا فهنا حيدر خان حيدر خان حيدر فمشت عليها سمتها المنطقة بمنطقة الحيدر خانة المنطقة في الوطن العراق في ذاك الوقت هنا ما يرسل منطقة فشميتها المنطقة الجوخانة على تسئل على منطقة الجوخانة فتفعلنا نشينا نباوها على اليوم نبشون الهجر مثل ما الحمام ويلاعبونها في منطقة الجوخانة فشميت المنطقة منطقة الجوخانة تتخلى لهاي المحلة مجموعة من الدرابين والأزقة اللي يحمل كل من عندها اسم معين وهاي الأسماء ما جاتي من فراغ بل من حوادث صارت بهاي الدرابين إضافة إلى أبرز معالم المحلة واللي هي جامع حسين باشا وجامع الحيدر خانة جامع حسين باشا موجودة بهاي المنطقة أقدم من جامع الحيدر خانة ولهذا سموه جامع حسين باشا اللي انجل باشا صلي بي ورتبة وعمارة وسموه على اسمها جامع حسين باشا وتشاهدت منطقة حلوة يعني وزاهية وأهله خوش أهل يعني خوش ناس كانت تلتمي هنا العوائل بالدربونة النسوان يقعدين وحنا جهال نلعب هنانا نلعب بالدربونة والصيحة علينا تعرفوا بعد أمهاتنا والشاياتين والكعاكمالتين كان الحاجة كان موظف والحمد لله وهو تخبض وبيع هو هي حلوة كانت ناس قرب ناس يعني قرب على قرب ركبنا ناس تطيب ناس رمضان كل واحد يطيب ودي على جارة شفنا الدرابين وشفنا الجوامع شفنا سوالف أهل المحلة اللي هي سوالف أهل بغداد القديمة شنت وياكم أنا علي مروان من محلة الحيدر خانة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة